فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا مثل هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكذلك سجوده نعم إذا أطال القيام فإنه يطيل الركوع والسجود بالنسبة ليس معناه أنه يركع بقدر قيامه تماما وإنما بقدر قيامه نسبيا بقدر قيامه نسبيا ويسجد بقدر ركوعه نسبيا وإلا فما ليس معناه هذا أن ركوعه وسجوده يكونان مساويين لقيامه في الزمان وفي المدة وفي الامتداد وإنما يكون ذلك نسبيا فإنه معلوم أنه إذا كان قرأ نحوا من سورة البقرة فليس معناه أن الركوعه يكون بقدر سورة البقرة هذا شيء لا يطاق وإنما المعنى أنه أطال الركوع إطالة مخالفة للعادة في الصلوات الخمس مثلا قالوا لهذا نقول نحن في أصح القولين إن الركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف هذا يكون قريبا من قيامه لا يكون مثل قيامه وإنما يكون قريبا منه نحو من النصف نصف القيام يعني نصف البقرة تقريبا يعني ركوع سجود مناسب لهذا القيام مناسب لهذا القيام ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة مئة مئة آية وهو ضعيف مخالف للسنة نعم لأن هذا طويل وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء نعم ربنا ولك الحمد حمد كثير طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد نعم فإذا قال المصلي هذا فقيامه معتد نعم